مرحبا مرحبا اللغة الفرنسية السنة الثانية إعدادية نستقنف مع الصفحة رقم 16 كما نرى في أهل الصفحة عندنا Objective إذن شنو الهدف لدينا يستقنف مع هذه الصفحة واحدة نستقنف مع هذه الصفحة إعداد الحياة نست RT أنا لدينا نستقنف مع التعليم في أهل الصفحة وكث تستقنف مع السعودة نستقنف مع هذه الصفحة slower وكث war عن در أو اضع مادة وكثرة الأ بقية نستقنى نستقنف مع الثانية يعني أنك تميز واحد الشيء من مجموعة أشياء ديستنغي ماذا؟ La place occupée par chaque composante de la une La une ايشن هي؟ هي الصفحة الأولى الجريدة والتي هي الصفحة الأساسية إذن la une هي الصفحة الأولى والأساسية للجريدة والمهمة إذن هذه الصفحة الأولى للجريدة يعني أنها مكورة من مجموعة أمكين إذن نشأعني أنها مكورة من مجموعة أمكين إذن ثلن؟ إذن؟ إذن؟ أمثل؟ 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 ثلن؟ يوجد قطعه عدم بشكل كواب بشكل كواب بشكل كواب لمحطور فلا بشكل كواب في كل مجمو سنزارنا بشكل كواب ينزار الهن المكان الوحتل في العمل كانت مكتو من مجموعة أماكن محتلة تحتلوا عناصر الصفحة الأولى للجريدة يستنغي البلس وكيفيه بشكل كمبوزاند دو الأين يعني أننا نميز المكان المحتل بشكل كمبوزاند بكل مكوين دو الأين لي الصفحة الأولى ضلقنا أن صفح إذا عندنا دعامة صفح شي حاجة اللي غن نعتامدوها باستبالين الفكرة عندنا الله شي حاجة اللي غن نستعملوها كآدات كدعامة باستبالين الفكرة المهمة اللي عندنا هنا هو أننا نميز كل مكان مكان من الأين نميز كل مكان مكان من الأين إذا عندنا نوحة الصفحة الأولى اللي غن نعتبرها كدعامة مثلا هذه كما نرى مون كولاج إذا لو جورنال دينوه وزاريهم في الأكلاس دا كي دي كولاج إبري إذا نتكلم عن جريدة الملتاحقين الجدد لقاسم الاستقبال دي كولاج لإعدادية ماذا؟ إعدادية إبري هذه الإعدادية اسمها إبري إذا عندنا هنا كما تلاحظوا مجموعة عناصر مكونة للصفحة الأولى الجريدة لكي نحددها أو لكي نميز مكونات الجريدة إذا عندنا هنا هذه الأسئلة جوبسرف اي جو دي كوفر جوبسرف اي جو دي كوفر أنا ألاحظوا أن أكتشف جوبسرف لأين إي جو ريبو او كيسون سويفونت إذا أنا ألاحظ هد لأين يك إي جو ريبو وأنا أجيب او كيسون سويفونت على الأسئلة التالية سويفونت بالضغط كيف من الملائق النار؟ كيف من الملائق النار؟ عمreat الملائق في المنزل النار، هو ملة الملاحظ ثم لدينا سيوري초 ما هي الساتف والدonte successful? سيفabel يKوت though watching تأتي من فعل بارس تأتي من فعل بارس بارس هذكر اسم اسم الان نطلب الفعل اللي عنده بي علاقة تأتي من فعل باراتر شو باراتر هم باراتر شو نقصد به تاريخ باراتر باراتر شو نقصد به اذا بارسيا شو نقصد به ظهور وظهور كلا سادات شو نقصد به ما هو ضات تاريخ ظهور ما هو تاريخ هو اللي بدهور المقصد ما هو تاريخ ظهورها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا نقصد بالأدرس؟ الجيميل هو العنوان الجيميل غير نوع من العنوان ما شاركته؟ الجيميل نوع من العنوان كل واحد يعد عنوان خاص يعني أنه يتلقى فيه الرسائل ولكن يمكن أن الرسالة تأتيك إلى المنزل يعني بالشكل المعتاد القديم إذا الأدرس المقصود بها العنوان إذا هنا المقصود به سنبحث عن أي عنوان كيفما كان سواء كان أدرس إيميل أو مثلا عنوان مكانها إلى غير ذلك ممكن أن الجرائد تضع عنوان مقرها اللي بغي يتصل به بشي يتواصل معهم ليس المكان إنسان اللي بغي يتواصل بالجريدة ممكن أنه يمشي للمقر ديالها مثلا بشكل مباشر وممكن أنه يستعمل عنوان إلكترونية أمدي؟ إذا فين هو العنوان هنا؟ نعم سواء انترنت على درس إذا على الانترنت للعنوان ثم عندنا هذا العنوان إذا كما نلاحظ هذا صنع درس إلكترونيك إذا هذا عنوان هو الإلكتروني إذا هذا عنوان هو الإلكتروني إذا هنا عندنا غلاف لدرس الجورنال يعني استخرج عنوان الجريدة استخرج عنوان الجريدة نعمدي؟ نحن شبنا عنوان الجريدة ثم دوكالتين بارالطون دونستونميرو نعمدي؟ طبعا تكلمنا من قبل على لزارتيكل شو نقلنا لزارتيكل؟ شو نقصد بهم؟ أغتي؟ نصح لزارتيكل لزارتيكل اللي شبنا من قبل نصح تقريبية لزارتيكل ماذا الدون gateة التي تكتبوا؟ الجرائد والمواضيع التي تكتبوه الجرائد والمقالات والمواضيع التي تكتبوه في جرائد لزارتيكل أقول الله إذا هنا الطيم كان لزارتيكل وكان له الطيم شنوه للطيم رأيت بتانتكلموا هم نيقضا للطيم الطيم الطيم هو الباب هو واحد الباب الشخص ناجحه ليس المتحدث عن الأبواب فحسنا عليك الكتاب كما يتعلم الباب ឭἀward بربع كتاب اكبر الكتاب أي放 نعم تكون عندنا وحدة كتاب مصنف إلى عدة أبواب هذه المعروف هذه القضية تكون عندنا كتاب مصنف إلى مواضيع كبيرة تسمى أبواب مصنف إلى عدة مواضيع كبيرة تسمى أبواب عاد هي تدارج تحت منا مجموعة مواضيع أخرى إذا عندنا هنا ما هو الباب؟ الباب المخصص في هذا الأين ما هو الباب الذي يخصه في هذا الأين إذا تخصوه في موضوع عام مثلا للبيئة مثلا خاص باقتصاد مثلا خاص برياضة أو مثلا بالهجرة مثلا الهجرة هذا موضوع كبير تقدر تناقش فيه بزبدا المسائل ممكن تناقش فيه العلاقات الدولية ممكن تناقش فيه مثلا الأزمات مثلا اللي تتخلي تكون هاد الهجرة مثلا ضروف ما مثلا إذا نتكلم عن واحد الباب اللي سيتضمن مجموعة مواضيع إذا هذا يسمى طيام الحمد لله إذا هنا الجريدة هنا مخصصة الواحد طيام داخل هاد الباب هذا الذي نسميه الطيام تقدر تحت منه مجموعة موضوعات عندما لا إذا ما هو الباب الذي خصصته الجريدة هنا للمناقشة هم هذا عندما يكون هادا هادا سكال فارب فيت سكال فارب فيت 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 هادك سريع ما شيفيه على هذا استمند فارب هادا في سالة فارب فيفغ فيفغ شنو فيفغ شنو فيفغ فيفغ يعاشر فيفغ عاشر لا في الحياة أو العيش إذا قسم استقبال في أنه يعيش يعيش ماذا لدارني مومو شنو لدارني مومو اللحظات الأخيرة يعيش اللحظات الأخيرة دي كولاج إبيري إذا يعيش اللحظات الأخيرة من كولاج من إعدادية إبيري إذا هدا هو الباب الكبير إذا هاد القسم يعيش اللحظات ديله الأخيرة ثم هاد تيجيو تحتمنه مواضع أخرى ديلة كم تشوفو هنا لو كولاج إبيري فارم هك فارم يعني أنه يغلق لو كولاج إبيري فارم إذا نتكلم عن الإعدادية إبيري فارم يعني أنها تغلق تغلق ماذا تغلق لإلي شنو تغلق لو كولاج إبيري فارم هذه الجملة شنو فهمتي منا شنو فهمتي منا شنو فهمتي منا عشنو عشنو تغلق ولي غلقوا أبوابه هاد قسم الاستقبال قسم الاستقبال هو جزء من هاد الإعدادية إلا كان قسم الاستقبال تعيش اللحظات ديله الأخيرة طبعا لأن هاد الإعدادية تغلق تغلق المقصود تغلق أبوابها وليغة أبوابها وليغة أبوابها إذا نتكلم عن تلاميذ القسم قسم استقبال إذا نتكلم عن قسم استقبال الذي يستقبل هالتلاميذ هالتلاميذ الموجود هنا بهذا القسم كي فيان دي ماروك الذين يأتون من المغرب دارميني من آرمينيا دي تركي من تركيا دو روماني من رومانيا دي لبيريا دي بورتيغال دي بورتيغال من البرتغال ديكس يوغزلافي ثم من يوغزلافيا ديكس يوغزلافي مسح هذه دولة؟ дня يذن نتكلم عن يوغزلافي القديمة السابقة هذه أكس أكس مقصود بيها السابقة ديكس يوغزلاوي دولة مايوت مايوت هو واحد أرخابيل أرخابيل كيف المحيط الهندي مايوت هو واحد أرخابيل ما تتكلم على أرخابيل تتكلم على مجموعة جزر إذن هو أرخابيل بين مدى غشقر وبين سواحل موزنبيق لازالت تحتل له فرنسا وتعتبره منطقة فرنسية تابعة لسيادتها إذن نتكلم عن أرخابيل مجموعة جزر موجودة بالمحيط الهندي لازالت تتبع لفرنسا إذن موجود بين مدى غشقر وبين سواحل الموزنبيق كل هالتلاميذ يأتون من هاد المناطق كما نلاحظ يأتون إلى قسم الاستقبال إذن لازالت دولار كلاس دكاي إذن نتكلم عن تلاميذ قسم الاستقبال كي ذيان دي ماروك دا غميني دو تيركي دو غوماني دي لبيريا دي بورتيغال ديكس يوغسلبي ايد دو مايوت انكت تلاميذ الذين يأتون من هاد المناطق التي ذكرت الان انكت يعني انهم يبحاثون 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 ويحققون او كولاج في الاعدادية لهؤلاء لهؤلاء مثلا لأولئك يعني انهم تشوفوا رضو الأفعال دي الأشخاص وهو ما تشوفوا هذا قسم الاستقبال يغلقوا أبوابه عندهم لا لا شك ان الناس يتأثرون بهذا الإغلاق لأنهم أمضوا به وقتا طويلا لأن التلاميذ أمضوا بهذا القسم وقتا طويلا وتعرفوا على بعضهم بعضا وعاشوا جوا من الدراسة ثم ها هو القسم يغلقوا أبوابه إذا لا شك سيكون هناك أثر إذا لا شك أن هذا الإغلاق سيترك في نفسهم أثرا تنتقلوا على قسم الاستقبال هنا مثلا تنشوفوا طبعا هاد المقال المكتوبون لمن أراد متابعته في أي صفحة page 2 ثم نعم الآن نعم سيزنر الآلة إذا نتكلم عن بكريات تلاميذ دي پير دي ميئر دي پير دي ميئر جنة دي پير دي ميئر دي پير يعني سيئة والجاميل والجاميل هم دي هو الأحسن كمان الميئر هو الأحسن الميئر هو الأحسن كمان نقول جاملة جدا لمن يريد متابعة الدكريات يذهب إلى الصفحة page 6 la page 6 مثلا نعم هنا الآلة دو لكلاس دا كي دا دا كاتر كوان دا كاتر كوان دا موند يعني أن تناميد قسم استقبال يأتون كما نقول من الزاوية الأربع للعالم المقصود هنا بأنهم يأتون من الجهات الأربع للعالم يأتون من الشمال يأتون من الجنوب يأتون من الشرق ويأتون من الزاوية يأتون من الزاوية الأول مقصود هذا الكلام طبعا لمن أراد أن يتابع هذا الكلام فين page 4 et 5 page 4 et page 5 ثم عندنا connaissez-vous la classe de Coy هل تعرفون قسم استقبال إذن هذا مقال آخر مقال آخر يطرح سؤالا هل تعرفون قسم الاستقبال connaissez-vous la classe de Coy هل تعرفون قسم استقبال عندي إذن طبعا هذا مقال آخر طبعا مقال آخر إذن كما قلنا الآن كما نلاحظ بأن الجريدة أنها مصنفة بالشكل الذي نرى إذن أولا هناك موضوع عام كما نقول باب ستنطيم إذن هذا يسمى طيم 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 يعني موضوع تمشي على الجريدة ككل يعني أننا نتكلم عنه هذا الموضوع كبير هل تعرفون من أخر العام قالت ولكن هذه المقالات تدخل في هذا الموضوع نتكلم هنا بأن قسم استقبال تعيش لحظة الآخرة دياله وبأن إعدادية إبري ستغلق أبوابها إعدادية إبري ستغلق أبوابها إذن في هذا الجو إذا تنتكلم على هذا الموضوع بأن إعدادية إبري ستغلق أبوابها إذن هناك مجموعة مواضع تأتي في هذا الباب تأتي في هذا الباب تنتكلم على هذا الموضوع كبير نقول لا إذن كما قلنا تلاميذ يقومون باستطلاعات ليرى ردود أفعال التلاميذ الآخرين كما قلنا هنا ثم عندنا هنا تلاميذ يتذكرون مثلا الأيام التي مضت بهذا القسم كما نقول بحلوها ومرها بالجميل فيها بالأشياء الجاملة فيها والأشياء السيئة فيها ثم عندنا مثلا هنا تلاميذ يأتون من الجهات الأربع من العالم ثم هنا عندنا مقال آخر في نفس الباب التعريفون قسم استقبال كما يستيبعون كما يستيبعون كما يستيبعون ثم عندنا هنا الزلف كما يستيبعون كما يستيبعون عندنا الزلف دو لك لك كما يستيبعون لمر دو ديجان إذا نتكلم عن تلاميذ ديال هاد القسم ديال قسم الاستقبال وننتر يعني أنهم استجوابوا 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 من لمر استجوابوا العمدة وعمدة من عمدة ديجان عمدة ديجان عندنا طبعا لمر ديال فروقة لمر لم تلاصقش إذا لمر إذا استجوابوا عمدة ديجان يعني أنه تلامد بشوعد العمدة واستجوبوا عمد الله ديال ما استجواب إذا هذا ما قال آخر اللي بغي يشوف فن عمشي باجويد باجويد كما تلاحظوا ديما تنتكلموا على كلاس ديكاي حمد ديما تنتكلموا على كلاس ديكاي قسم استقبال ديما نحن تنجيبوا مواضع ولكن هذا الباب اللي تهم هذا الكوليج ثم عندنا هنا مثلا عندنا هنا 95% ديزالاف دو للا كلاس دكاي سو اترانجي 95% ديزالاف دو للا كلاس دكاي سو اترانجي إذا 95% من تلاميذ من تلاميذ قسم الاستقبال سو اترانجي سو اترانجي يعني أنهم يعني أنهم اجانب ماشي من فرنسا من دول اخرى تيجو لهاد البلاسة ماشي قراو عنده مثلا هنا في نفس الباب عندنا هذا الرسم عندي مثلا عندنا هنا قسم الاستقبال يبكي عندي شنو قالنا يا لماذا لماذا أريد مفرمي لماذا تريدون اغلاقي هل هل أنتم تكره هنا لأنني أنا كابير سين سي لأ سي سي لأ نفرمي بمي زي من فضلكم لا تغلقوا لا تغلقوا أعيني جيم المفتاح إذا نتكلم عن حارس الباب جسو دزولي مي جاي أغضا دوت تفرمي جسو دزولي أنا آسف مي جاي أغضا دوت تفرمي ولكن أنا عندي أمر بإغلاقي الحمد لله أنا لست الذي أخذت قرارا بإغلاقي لست التي قررت بإغلاق لست أنا من قرار إغلاقك بل هناك أشخاص آخرون من قرروا إغلاقك أنا مجرد شخص بسيط حمد لله جسو دزولي مي ولكن جاي أغضا تفرمي ولكن أنا عندي قرار بإغلاقي إذا لم أغلقك فسوف أعاقب مثلا حمد لله إذا هذه مجموعة مقالات كما نلاحظ على هذه الصفحة عند كما نلاحظ هنا صالي جسي كما عندنا هنا صالي كما نقول تحية يك كما نقول تحية أو أهلا بك جسي كدج جسي 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 إبري أنا أعرف بأن دجون يعني سيفقد إعداد إبري دجون طبعا هي المنطقة التي تتواجد بها هذه الإعدادية يعني دجون هي المنطقة التي تتواجد بها هذه الإعدادية طبعا ما رأينا في المسابق بأن التلاميذ قاموا باستجواب عمدات دجون يعني عمدات هذه المنطقة عندي هاتوا بروح للباشا مثلا إذن نتكلم عن مسؤول عن هذه المنطقة كما رأينا بأن التلاميذ قاموا باستجواب مع عمدات دجون إذن هنا نتكلم عن هذه المنطقة صالي كما نقول أنا سمعت خبار أمدرنا لسي صالح في العرب ولكن المقصود بها أنني سمعت خبار بأن دجون بأن منتقل دجون أو جهد دجون فترك لن ثم فترك وفترك دجون وفترك وفترك يتلق فيها كما ت Lego سي لا كما ت Lego سي ولكن كيف إنتعرى إذن لكما تلقل كما تلقل كيف إنتعرى أمدت إذن لك كيف أنت عرفته؟ إذا لا كم أنت لسي لا كيف أنت عرفته؟ المقصود؟ هذا شيء ليس معقول كيف عرفتها أنت؟ الحمد لله هذا المقصود به يعني هذا شيء غير معقول كما نقول بأن هذا شيء ليس صحيحا كيف عرفت هذا؟ إذا عندنا هناك نلاحظ مجموعة مواضيع كلها تتحدث عن يعني أنه يتحدث عن كيف عرفته؟ هذا المسح وحدث عن ذلك الإخوة اقيا لكن كل شيء يتحدث عن الحمد للغاية يصبح لها تتحدث عن ça لدينا كيف يتحدث عن ذلك عن اي باب نتحدد في هذا العدد طبعا نتكلم عن هذا العدد التي خاصة للجريدة نتكلم عن هذا العدد الخاص بالجريدة ما دارينش للعدد دارين فقط تاريخ اسم الجريدة ولكن ما دارينش العدد عارف رئيسا ما دارينش العدد تكون انه جبدو لا مش بالضرور انا ما نسألكش عليه يتمكنش اذا كان رئيسولوك اذا ما دارينش العدد المهم هو تبقي عدد هذا تبقي عدد وخمي ديروش على ايين اذا نتكلم عن الكلاج اي باري هذا هو الباب اكل بيبليك سادرس سو جورنال اكل بيبليك سادرس سو جورنال لأي جمهور توجه هالجريدة لأي جمهور توجه هالجريدة اكل بيبليك سادرس سو جورنال وش هي تتوجه الناس الكبار وش تتوجه النساء وش تتوجه العمال وش تتوجه الأطباء المهندسين تتوجه لمن لمن هالجريدة موجهة كبار مسؤولين 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 شو العنوان ديلا مون كولاج مون كولاج يعني المسؤولين هم اللي هم اللي عندهم بالعلاقة بالكولاج أطفال وربينا التلاميذة هم موجهة للتلاميذة هاي عم تتحدثي أصلا عم تتحدث لا قلش اي بيغي حقاش ما بغين شدوها هم ما يكون المسؤولين موجهنا مسؤولين مش يقلي ويرتحل ايه ممكن أن تكون عنده علاقة مسؤولين فعلا ولكن هي بالدرجة الأولى لمن هي موجهة أطفال موجه الأطفال يموجه الأطفال إذا هدف ما يخصت الصفحة نكتب القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر